نعم وهنا يدفعنا السؤال ما الحكمة من تحريم الربا مجملا يعني طيب بداية خلينا نقول أننا كعباد الله عز وجل يجب علينا أن ينفذ أمر الله إذا عرفنا أن هذا هو حكم الله يجب علينا وجوبا أن ينفذ حكم الله تبارك وتعالى سواء علمنا الحكمة منها أو لا نعلمها هذه لابد قبل أن نتحدث عن الحكمة في الربا في تحريم الربا حتى لا يعني لا يتأثر الحكم بمعرفة الحكمة أو عدم معرفتها بداية يعني جوهر الإسلام وحقيقة الإسلام وحقيقة العبودية لله عز وجل هو أن تقيم حكم الله وتنفذ حكم الله وأمر الله تبارك وتعالى سواء علمت الحكمة منها أو أن تعلمها حتى ولو أدى تفكيرك وظهر لك في بادي الرأي أن هذا الأمر الإله يتنفى مع الحكمة طبعا هو لا يتنفى عن الحكمة في حققته لكن قد يبدو لك ذلك حتى لو بدأ لك ذلك واجب عليك أن تؤمن بأن الحكمة فيه على امتهى أمن أن تعلمها واجب عليك أن تنفذ هذا الحكم هذا ابتداء ثم إننا إن وهبان الله عز وجل المعرفة بهذه الحكمة والمقصد من الحكم فهو خير وإلا فهو ابتداء من الله تبارك وتعالى نصبر عليه الحكمة من تحريم الربا ظهرت جلية في الواقع المؤسر أكثر من ذي قبل يعني إذا كان القرآن الكريم قد حرم الربا في أيام في بداية الإسلام حرم الربا ونص على تحريم ونص في الكتاب العزيز إذا كانت الحكمة منه معلومة للناس في ذاك الأوان فهي في أواننا هذا وزماننا هذا معلومة أكثر من ذي قبل هي الآن أجلى من ذي قبل وهذه الشهادة شهد بها خبراء اقتصاد في الواقع المعاصر الحكمة من تحريم الربا هي أن الربا نظام في التعامل إذا استقر في المجتمعات فإنه على المدى الطويل يقسم المجتمع إلى طبقتين متفاوتتين أعظم التفاوت طبقة ثرية عاطلة تكتنز الأموال والأرقام الفلكية وطبقة معدمة لا تملك شيئا وتكدح الليلة والنهار لكي تلاحق ما عليها من ديون وما عليها من متابعات وملاحقات الطبقة التي تكتنز الأموال يعني هذه الطبقة يقل عددها يوما بعد يوم وتزداد ويزداد الفرد منها تضخما وتنتفخ المحافظ والخزائن يوما بعد يوم والطبقة الأخرى هذه يزداد عددها يوما بعد يوم ويزداد تزداد مآسيها وانسحاقها يوما بعد يوم وهذا ما هي شهدات البشرية الأنف واقع المعاصر وإذا قرأت المفكرين الغربيين تحدثوا عن مأساة النظام العالمي هم لم يتحدثوا فقط عن الرأسمالية عفوا عن الربا وإنما يتحدثوا عنه ضمن حديثهم عن الرأسمالية عموما باعتبار أن الربا هو أداه من أدوات الرأسمالية تحدثوا عنها وعن أدواتها كلها وأجمعوا تقريبا على أن الربا مضر ولذلك ذهبت كثير من الدول إلى تقليل من كلما كان الاقتصاد قويا وكانت الدولة قوية قللت من الفائدة ونزلت بها كثير من الدول إلى مستوى الصفر واستقرت على مستوى الصفر إلى الآن في كثير من الدول وكلما كانت الدول فقيرة ومعدمة وحكوماتها فاشلة يعني زادت الفائدة الربوية على الديون فالشاهد في هذا هو أن الربا هذا يؤدي إلى أن الناس يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل وبالزور وبالبهتان وإلى أن ينشطر المجتمع ويتحول المجتمع أيضا كمان من النحية النفسية والمعنوية إلى مجتمع مادي جاف غليظ تتبلد فيه المشاعر مشاعر الرحمة ومشاعر التراحم والتكافل والتضامن الاجتماعي تقل هذه المشاعر وتزداد الوجه القبيح للمعاملة المدية الفجة الغليظة وخبالة تجداد قماءة وقباحة يوم بعد يوم ولذلك وضع الله عز وجل يعني وجهين متقابلين الوجه الأول وجه الصدقة المشرق الصبوح وجه الربا الكالح القبيح وقال تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون الذين يأكدون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من البس فالحقيقة الربا يعني ضار بالمجتمعات وقد لا يظهر ضرره على المدى القريب قد في بعض الأحيان ولكن إيه ولكن إن لم يظهر على المدى القريب فإنه يظهر على المدى البعيد فيؤدي إلى ماء آسي وكوارث كبيرة وكل الكوارث التي تتعلمها البشرية الآن من الربا الكوارث المادية يعني تمام وأكبر سبب في اختلال العدالة الاجتماعية على مستوى العالم كله هو